حضراتك كلمنا عن الضغط العالي و الضغط الواطي يعني ايه عالي ويعنيه واطي يعني ايه ماعشين و معانه الم nogleみات أي معنهم ايه يعني برافو ده سؤال حلو القلبي بيعمل ليه حركة يعمل لي بيدك القلب بيعمل كده ده أنقباض وكده ده انبساط زي الحياة ما الحياة كده وكده زي الحب ما وكده برضه وكده وكده يعني اه دي سنة الحياة هاتحكة كوه مرة تروح قفشة وخلاص. ويبقى تمام. او والله هو بعمل كده. مم. ساعات الالب بعمل كده وخلاص. مم. ويسكت. صحيح. مم. فالالب بعمل حركتهم كده وكده. كده وكده. العمر كله. مم. عايزك تجيب بلونة مليانة مية. وتعمل فيها كده. وتسيبها. وتشوف الضغط جوه. اما اعمل بيديها على البلونة كده. الضغط جوه بتاع المياه يعلى ولا يوطى. اما ازنقها. اه. اغتحيح. يعني بتعلى. ولما سيب ايدي. تفتريح بقى. ده اللي بيحصل بالضبط. القلب ينقبط الضغط يعلى. ينبسط الضغط ينزل. اذا يتروح بين مية وعشرين وتمانين. اه. مية وعشرين عندها الانبساط. اه. وتمانين عندها الانقباط. اه. وتمانين عندها الانبساط. تمام. بس. هو ده الرقمين اللي مغلبين الناس. فيه واحد بقى او مسلا سيدة او او بيقول لك انا هدغطي واطي. يعني اوخ ضغطه بقى ستين اللي تحتاني دوت. فده ستين ده يعني مش. حقول حاجة بس. حقولك لا انا ضغطي واطي كده. اه. او واحد تاني يقولك لا انا ضغطي عالي كده. يعني انا ضغطي عالي. ده ما فيش كده. 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 ما فيش اه فا هقولها لك كده واضحة عشان محدش يطلحبط ضغطينا الطبيعي كام؟ تمانين مية وعشرين تمانين برافو عليك برافو عليك اذا مية وعشرين تمانين ده الطبيعي اه بالانجليزي is the normal بطنضى اي ديل مش المثالي ليه كده؟ ده اللي تغير بقى فلما تلاقي مية وعشرة اما لاقي مية وعشرة سبعين كنت زمان اقول ده فيه حاجة اقول لضغطك واطي دلوقتي يقول لهم الف مبروك ضغطة مثالي تمام؟ فده اللي تغير في الضغط الواطي في بنات كتير جدا يروحوا عيادات بدون داعي عشان ضغطها مية وعشرة سبعين تقولي اخوة مانا دايخة ايوة ستي انت لزأتي دفدل ايه؟ ممكن لو عندك سرمية سبب تاني خليك دايخة انت عندك شغال في بيتك حرامي اما حاجة تنقص مش شرطة هو اللي خدها لا طبعا مش شرطة هي عندك بس يعني الاحتمال بيروح له عشرة سبعين وضايخة طب انت دايخة من انيمية ماش علاقة بالضغطة فبيمشوا بهذا الموال لحد اما تتجوز وجوز هيتعود على الكلمة ديه امي هاتيلي كباية مية ما بخدمكش انا ضغطي واطي انا ضغط واطي مش قادرة مش قادرة طبعا ده وهمة شديد جدا جدا لكن ضغط عالي مفيش حاجة اسمها انا ماشي بضغط عالي طيب زمان يعني مفيش حاجة اسمها ضغط واطي فعلا للا ضغط واطي بقى مريض يعني مسلا واحدة عنو صودي مواطي يعني مفيش حاجة عن طبعتي ضغطي سبعين كده وستين مفيش كده كان فيه كده زمان لهو الضغط الواطي الاولي اللي هو اتلغى اتلغى من الطب كله اه يعني مش مسموح لحد يقول زي ما زمان مسلا واحد يقول انا عندي القلب ده مش مسموح خلاص ده زنعرفت عندك ايه في القلب وبعد ضغطك واطي تعال نكشف يعني مسلا نقص الكورتيزون. هيواطي ضغطك. اه. بس ضغطك واطي حعالجه. يعني ازا كل البشر. اللي ضغطه واطي. لابد يكون الضغط من مية وعشرة مية وعشرين سبعين تمانين. بنرفع عليك. اقل من كده? لا. يبقى فيه مشكلة. اه. يعني اقل من سبعين. حتى احنا بنشوف مية ستين وفيش مشكلة. مية ستين. وما فيش مشكلة. شفه كتير جدا جدا. ده ليه علاقة بالعمر? لا لا خلص. ما لا علاقة اه. طبعا ازا يبقى الضغط ورده ليه علاقة شوية بطبيعة الانسان? اه. في الستات اكتر. ستات. بنات في سن المرهقة. اه. اه. بس يماشيين وبنقول لهم رحوا جم لعبه وكده. اه. الرياضة بتفرق يا دكتور. اه. لكن ضغط عالي اسف. ما فيش حاجة سماهنا ماشي بضغط عالي. خالص. ليه? زمان كان نهايتنا مية واربعين سنين. ازا تشخيص الضغط العالي فوق. طيب. تيه حاجة بعملوها بعض مرضى الضغط. اللي هم المتمرسين في الحكاية دي. اللي هو مسلا بقاله يعني معلش يعني بقاله عشرين سنة عنده ضغط وكده. فيحس ان ضغطه عالي. هو خد الحباي الصبحة. يقول لك انا حاس ان ضغطي عالي. ييس بالحاجة بتاعته داد. هو وسع ارضك. الماكناة دي اللي هي الديجيتال دي. ديجيتال. يروح واخد حباية تانية. ينفع. خالص. خالص ينفع. فنهايتنا كانت مئة واربعين ساعين. اذا انا من حقي كطبيب اشخص ضغط فوق مئة واربعين ساعين. مثال مئة وخمسين على مية. دلوقتي بالارقام الجديدة. ماشي. مئة واربعين ساعين يتعالج. اه الدنيا الطوارف خلاص. مش مسموع. يقول لك حسيبه ليه لما يبقى مئة وخمسين على مية. ان يقدر نعالجه. اه. اه. اه انما حكاية ان انا حاسس ان ضغط عالي كثيرا تطلع كاذبة. ساعات يتعصح. ساعات يتعصح. طب اي راح درك في الجهازة الاجهزة ديجي تلقى. بس يعني الافضل الزي بقى وانه دكتور يشوفه. بلاش احنا ايه. يعني في ناس بتبقى. وبعدين مش عايز الناس تعيش بهساس الضغط. اه. ده في ناس بيتقيس خمس ست مرات في اليوم. صحيح. طب وتكلام. يعني هو عايش للضغط بقى. هو يسيب الضغط ده ايرم يحمله. بعضهم بيبقى خلص شغله وكده قاعد فاضي. بخايف على نفسه. لا. ده يعمل له مشاكل اكتر. ده يعمل له مشاكل نفسية اكتر الف مرات. يعني الواحد المفروض ييس ضغطه كل قد. كل اسبوع مر. كل اسبوع مر. ده مريض ضغط. طب هو لو قاس النهار ده ولقاه. يجرع الدكتور. اه ما يستنىش بيقول له هزبط الدوة وبتاعه. عارف عارضك بقى العادي اللي في امريكا اوروبا العادي. اللي هو عايز اتطمن على ضغط. كل ستوشه. اللي احنا هنا بنيس كل يوم. اه انا كدت روحت الدكتور زمان في وسط البلد. كل ستوشه. كان اسمه ازن الدكتور ازن محمد عطية بتاعه دكتور رحمة الله. عظيم. ده استاذنا. عدت اربع طوشه رروح واجي يقس لضغط كل اسبوعين. ويروحك. ويروحني لغايت معالي امشي يا ابني انت ما عندكش ضغط الحاجة. كان لسه الهولتر ما طلعش. لكن بيزبط بتاعه. اه. الهولتر دلوقتي جهاز بيتربط على ايدك. اللي هو بعد اربعشرين ساعة ده. اتنين وسبعين ساعة. لا ما كانش تطلع لا. ما كانش تطلع. ده بيعمل يبقى قلنا بقى الهولتر ده حضرتك. ييس الضغط لوحده. طبعا مرة شفت ازا انا الصحاب. يعني انا عايز اقولك عايز ايسه ضغط ساعة. ازا يعملها. فالهولتر رائع. زي جهاز رسم القلب. رائع. اه. والله احسن من جهاز رسم القلب. اه. والله استفدنا استفدنا. ده بقى يعني الواحد لما يكون مسلا في سن معينه كويس مفوش يركبه يوم يتطمر. اذا كان هناك شك. اه. في ان هذا المريض. مريض ضغط يعني انا جيه قالك انا مرة ايه ستلقته مية خمسين مية ومرة ثاني مية وعشرين تمانين. لما اخزه بقى هنحط لك الجهاز ده احنا اللي نقول. اه. لان حرك عارف ان الاسترس يعلي الضغط. اي استرس. اه. البحث اللي انا عملته. وانا بترقى من مدرس الاستاذ مساعد. اه. است الضغط للطلبة. قبل. اه. واسمها وبعد الامتحان شافوي. مزبوط. في طلب اسجله متين واربعين على مية واربعين. اه. اسناء الامتحان. وكان مية وعشرين تمانين وارجع مية وعشرين تمانين. طيب. يعني احنا قبل ما نختم. نبقى عندنا نصيحة مهمة جدا. لاي حد ضغطه واطي. ده مش طبيعي. ما تقلقش. بس مش طبيعي. مش طبيعي. وده العلاق حاليا كان زمان يمشي الكلام ده. ولو اختبرات. انا طبيعتي ضغط واطي كانت تمشي. لما نهاردة ما يمشيش الكلام ده. لا لا لا. لو اختبرات كتيرة جدا. اه. نصر الصوديوم وكورتزون ومنددة مائلة. لا لا. يعني اللي ضغط واطي يسلم ناسه. بلاش ايه نمشي انا صاني ضغط يواطي. دكتور حسين بشكرة جدا. شكرا. شكرا. شكرا حضرت.